نبقى معكم مشاهدينا ومن استوديو بيورب مباشرة أكيد ضيوف من أجمل الضيوف العراقيين اليوم اللي موجود ويانا في حلقة خاصة خصصناها لكم بعياد الميلاد وهو أكيد النجم حسن من فرقة يوتي أنوان العراقية ونقول لها شلونك وين هالغيبة؟ هلو داليا يعني شلونك انت عاني زينا استعقنا لكم والله صار فترة طويلة بس الحمد لله يعني رجعنا والتواصل رجع وجينا زيارة لبنان وأحلموا بها أنه دعنا نشوف كل الأصدقاء اللي منهم أنت أكيد تسلم وأكيد مع الرجوع هذا اللي من بعد هالغيبة طويلة بعمل جديد كل شي حلو هو أكيد العمل اللي نفذتو يمكن خارج لبنان بدي يقول احتينا شوي عن هذا العمل وليش اختاريتو هالأغنية تحديدا من الألبوم يعني احنا قبل فترة سافرنا لأمريكا وكان عندنا جولة حفلات ناجحة الحمد لله بعدة ولايات بصراحة أول شي تفاجئنا أنه بكمية الجالية العراقية والعربية الموجودة هناك اللي تحب الفرقة يعني كانت مفاجئة حلوة يرددون الأغاني ويطلبون الأغاني بالحفلات يعني وحافظيها يغنوها ويانا تقريبا يعني من مثل جميلة ولغة العين وتذكرين يعني يطلبوها بالأسامي ويغنون ويانا صحيح أول تجربة إلنا باللهجة اللبنانية أكيد فد شي جديد والحلو بي أنه من ألحاننا كلمات صديقتنا شاعرة عراقية اسمها سامارة العزاوي وكلماتنا يعني سوى كتبناها وفد عمل يعني حسينا به موسيقيا يعني حتى الغرب يحبون هالستايل اللي هو الأغاني الرومانسية أكيد أتوا تبيزتوا بها كفرقة يعني أكيد أكيد فالحمد لله يعني المخرجة صديقتنا اللي هي مخرجة لبنانية سامارة عوبي مالك يعني عشقت الأغنية فقالت أنا أريد أصور هاي الأغنية فقلنا على خلص إذا أنت حبتها وسوينا على صفحتنا بالفيسبوك صفحة فريق يوتي أنوان رسمية سوينا في الاستفتاء شفنا أنه أكثر الناس جمهورنا أكثر أغنية طلبوه نصورها هي أغنية تبدأ يقول فقلنا خلص إذا المخرجة تريدها والجمهور يريدها إذا رح نصورها صورناها بمدينة نيويورك اللي هي يعني ولاية نيويورك ومدينة منهاتن اللي هي من أهم مدن أمريكا أنتو اختاريتوا بالتعاود مع هالمواقع فضلتوا أن تشوفون الولايات اللي موجودة بأمريكا تظهرون العرض بتلاسق أكيد مع الأغنية شوفي هي مدينة منهاتن بولاية نيويورك يعني معروفة بيها فد روح معينة فهذه الروح يعني جدت ويا الأغنية ويا مودة ويا يعني إيقاع الأغنية ومودة الأغنية والمخرجة هي اللي اقترحت هذا الشيء إحنا شفناها مناسبة وخصوصا أنه يعني هاي المدينة هي مدينة المشاهير بالعالم يعني يعني احنا من صورنا بستوديو ويانا كانت مادونا حلو المغنية العالمية يعني اللي كانت ويانا يعني شفناها بالتصوير شفنا الفنان الكبير مورغان فريمن هم كان موجود ويانا بالمنطقة وصورنا في المكانات يعني كلها هناك نيويورك أي مكان تصور به يكون إلي في التاريخ يعني احنا صورنا بمكان كانوا يصورون بفيلم مينم بلاك تري الجديد حلو كانوا يصورون بفيلم السنافر هذا اللي رزي فكل شيء يعني هناك من نفس المواقع كلها إلها فدروحية معينة حلو أكيد فهذا الشيء حلو وضاف للأغنية أكيد وهناك حبوها وأيضا الناس تحبها على اليوتيوب وعلى قناة ميلودي اللي هيذة تنعرض عليها حاليا وأكيد السومارية أكيد طبع تحية كبيرة ما ننسى لبقية الفريق شانت وأخلد ما زلتوا ثلاثة ولا لا احنا هسا أكيد يعني بالفيديو كليب الجديد تلاحظين أكو شخص جديد لأنه آرت ما قدر يجويانا بسبب انشغاله ويعائلته بهولندا فانظام لنا عضو جديد هو مروان هو شاب عراقي عمره 21 سنة بس طالب موسيقى الجاز بأميركا موسيقي جيد جدا ضاف إلنا نتمرن سودة طلعوا إلينا حفلات عزف بيانو ممتاز فإحنا احتاجنا عضويان حتى يضيف للفرقة من الناحية الموسيقية من ناحية الحفلات يعني احنا حاليا تذكرين يمكن منشنا بلبنان يعني كانت حفلاتنا مو كثيرة فردنا نقوي هذا الجانب من الفرقة يعني كون عدنا حفلات وجمهور للحفلات وهذا اشتغلنا عليه كثير بأميركا والحمد الله يعني دن نتحسن يوم عن يوم دن نسوي حفلات الناس كل جدا تحبها لأنه بغير الأسلوب الموجود بالسوق حاليا حلو نأخذ سكوب منك والجديد المنتظر لفرقة يوتي أنوان بالألفين واثناش أوكي أول شي عدنا أغنية لبرنامج تلفزيوني دن نشتغل عليها حاليا وأغنية في ستايل جديد ستايل يوتي أنوان اللي هو مزيج بين الغربي والشرقي ما حنشوف شي مزيج بالربع العراقي اللي قاله ده شوف لا الطالح هالأيام اي فنشوف يعني الجو العراقي موجود وإلى جمهورة بس احنا يعني بنيننا خط معين ودن نشي عليها ما نقدر نطلع منه لأنه هذا شي يمثلنا احنا كشباب عراقيين عشنا خارج العراق هذا شي يمثلنا واحنا دن نكون صريحين ويا نفسنا يعني احنا ما نقدر نغني شي احنا ما نستمتع به لازم نكون صحيح احنا لن خصوصا انو احنا دارسين الموسيقى دارسين معاهد موسيقية ببرة بالخارج فنسوي الشي اللي هو قريب على شخصيتنا اكيد المزج العراقي حلوي يعني احنا نحاول دائما عندنا آلات عراقية دائما ويانا بالاغاني مثل آلت جوزة يعني حتى يعني يعني العود مرات نجيب ويانا بالحفلات يعني مدخلين الحس العراقي اكيد اكيد حلو ومن بعد اكيد الألبوم اللي نجح يعني نجاح ساحق نقدر نقول عليه هو تتذكرين في ألبوم آخر رح يكون أيضا عربي ولا في ميكس ما بين العربي والغربي أكو بدينا يعني بصراحة بألبوم جديد ألبوم أكثر عراقي هيكون ومن ستايلنا واني كلش حابة يعني وبدأ نشتغل عليه أغنية أغنية بالستوديو هل سيكون من كلماتكم وألحانكم ولا في منوع ما بين الشعراء العراقي والملحنين بالضبط يعني عندنا يعني عندنا تعاونات بهالالبوم جميلة جدا عندنا شعراء عراقيين عندنا حتى من الفنانين الجدد العراقيين صديقتنا نوفا عماد بنت سيتاها قوبيان الفنانة العراقية أكيد الوجه لا تحية أكيد يعني هم دون نشتغل سواء على عمل جديد أكو يعني أكو أغاني بصراحة أنا كلش يعني حابها وحسها راح توصل للناس بطريقة حلوة لأنه كلماتها العراقية البسيطة اللي هي ذكرك بالتراث العراقي الحلو حلو يعني من الأغاني اللي حتى الناس لما دا بالستوديو لما دا نشتغل عليها الناس دا يسمعوها دا يحبوها جدا فإن شاء الله شوي شوي تبصر النور هالأغاني وتنزل بألبومنا الثاني حلو سؤال حشري بالمستقبل إن شاء الله هل راح يدخل عنصر نسائي من الفرقة فكري بي ولا بس عنصر الرجالي يعني رجالي وما توقف المشاكل إذا يدخل نسائي مشكلة يعني شوفي هو تركيب الفرقة يعني بصراحة اللي حنا نحن نحكي على حاليا الوضع الحالي أنه قليل يعني صعب أنه يكون أكو فد عنصر نسائي يمكن بستايلكم أيضا بستايلنا ولأننا أيضا نغني ونعزف فهذا الشيء يعني ممكن يكون تعاون مثلا أغنية دويت أو احنا هذا الشيء نحبه بس يكون يعني تكون عضو نسائي ويانا بالفرقة أشوفها يعني صعبة حاليا بس ما حد يعرف بالمستقبل شي يصير احنا الفرقة يعني أساسا أنه لازم نكمل يعني كثير من الناس يتصورون أنه من سافرنا قالوا خلاص الفرقة يعني تفلشت فهذا الشيء كلش غلط لأن احنا عندنا رسالة وهدف ومهما يكون يعني شوفين أنه أحد من الأعضاء ما قدر يجي مشت الفرقة مثلا اجا عضو بمكانه صحيح وبالمستقبل نفس الشيء يعني يمكن يمكن أنني بيوم الأيام بفترة معينة ما أقدر اشتغلوا الفرقة فراح يجي أحد بمكانه أنه هي باقية كاسم مئة بالمئة فهذه هي حياة الفرق يعني حتى الفرق الغربية تشوفين واحد طلع واحد يجي المهم فكرة الفرقة واستعيالها الموسيقي يظل هو هو يعني ما يتغير حلو هسا أريد من الشلش حسن شوفي تتيول هاي قديمة هاي الماشي علي أريد طبعا أغنية وهي بنفس الوقت معايدة لأكيد لأخواننا المسيح في أعيادهم من خلال شاشة السومرية وتحية كبيرة ونوّرت برنامج بيون تسلمين وأنا همّة بهالمناسبة أحب أعايدك أنت بمناسبة عيد ميلادك شكرا يعني داليا أنت صديقتنا العزيزة تترين من بدايتنا وإحنا أصدقاء ودائما أنت واقفة ويانا بس لا تقول ليش قاد عمرك هاي خليها سر هاي سر ما حد لازم يحق فبهالمناسبة راح أغنيليش فاد مقطع من أغنية أنت تحبيها يعني اللي هي تذكري خلينا نرجع للماضي ونذكر ليالينا وابدي عتابك أنا راضي ولا لا تخبينا خلينا نرجع للماضي ونذكر ليالينا وابدي عتابك أنا راضي ولا لا تخبينا وانسي اللي فات ويشي الحياة والذكريات أمستينا دينا عاش الصوت الحلو وطبعا إحنا فخورين بأنه عدلة مثل هيتش فرقة عراقية وطبعا تحية كبيرة لبقية الأعضاء حتى ما يزعلون أحلى ديشانت ومروان وآرت يعني كل الشباب تحية كبيرة إليك حسن وطبعا أبقوا بعلا وشاهدينا وتابعوا كل أخبار وحلقة بيور لهالليلة